أكثر من ثمانين مليون إنسان في العالم قسم كبير منهم من العالم العربي أجبروا على هجر أوطانهم وسلوك رحلات خطرة غدروا عبر البر أو البحر للوصول إلى ملاذات آمنة أو حياة أفضل بحثا عن ملجأ يقيهم نيران الحروب والنزاعات وغوائل العنف داخل أوطانهم واقع مأسوي يعيشه هؤلاء في الوقت الذي يحيي فيه العالم اليوم العالمي للاجئ ويبحث همومه وسبول مساعدته وسط عجز دولي عن التعاطي بفعالية مع هذه الأعداد الهائلة من الناس المتنقلين عبر الحدود وإيجاد حلول جدرية لمعاناتهم المتواصلة وضع اللاجئين هذا دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدوريس جيبرسوس لوصف المرحلة التي يمرون بها في ظل تفشي وباء كورونا في العالم وتداعياته السلبية بالخطيرة باعتبارهم الفئة الأكثر ضعفا بسبب محدودية وصولهم إلى المأوى المناسب والماء والغذاء والصرف الصحي والخدمات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبحسب تقرير الاتجاهة العالمية والنزوح القسري في عام 2019 الذي صدر مؤخرا عن المفوضية أكد أن نحو 80 مليون شخص أي ما يعادل 1% من عدد سكان العالم هم في عداد المهجرين في العالم وهو ضعف العدد الذي كان قبل عقد من الزمن التقرير يبين كذلك أن 85% من هؤلاء اللاجئين يعيشون في دول ذات دخل منخفض أو متوسط وقاع أثبتت أن القرن الحادي والعشرين هو زمن اللجوء والترحال بجدارة والجانب الذي يزيد الصورة قتامة أن رحلات الناس التي ضربت رقما قياسيا بين أسقع العالم ليست طوعية فهم فروا من الحروب والاضطهاد المتزيد بحثا عن الأمان العالم العربي شكل جزءا كبيرا من هذه الصورة المأساوية خاصة اللاجئين من العراق وسوريا وليبيا واليمن حيث فر الملايين من مواطني هذه الدول أو أجبروا على تركها بسبب الحروب والدمار وعدم الاستقرار وحرمانهم من الحصول على أبسط الحقوق الإنسانية كالتعليم والرعاية الصحية وحرية التنقل ليعيشوا في عالم اللجوء الذي تغلب عليه أحوال التشرد والتفكك ومعالم الموت بكل تفاصيلها ترجمة نانسي قنقر